السلام عليكم وليكم السلام يعطيك العافية يا شيخ هياك الله تفضل لو سمحت شيخنا أنا أمس رحت على المقبرة فلما دشينا الصالة مالة العزاء واللي صلون فيها على الجنائز لقيت فيه صلاة جماعة حق صلاة العصر فأنا دخلت معهم وصليت ولما خلصنا هم سووا هم إقامة ثانية حق صلاة عصر ثانية والناس قاعدين يصلون فاكتشفنا أنه يجي واحد يقول يا جماعة ما يجوز الصلاة في المكان هذا نعم داخل المبنى للصريح أخي الكريم أول شيء ما يتعلق بالمقبرة الآن في عندنا بس حتى الأخوة اللي تابعونا من خارج البلد داخل المقبرة هناك بسبب الحر الشديد الذي يكون في فترة العصر فتم بناء مكان مخصص لتلقي العزاء والانتظار للجنائز فإنه في مبنى هذا المبنى له حوائط ومسقف وموفر لإمكانيات أن الإنسان ينتظر فيه أتت الأسئلة وصدرت الفتوى الرسمية وكنت أنا موجود في صدورها بأنه طالما أن هناك مبنى منفصل بين هذه الغرفة الكبيرة وبين القبور فيجوز الصلاة فيها وذلك لأنها قد انفصلت فهناك دور بجوار المقبرة وهناك غرف داخل المقبرة على أطرافها للعاملين ونحو ذلك فهي غرفهم هذه لا تأخذ حكم ما بين المقابر فلذلك صدرت الفتوى بأنه يجوز الصلاة تجوز الصلاة داخل هذا المبنى الذي وضع للانتظار لأنه لا يعتبر في حكم الصلاة بين القبور لكن لو خرج بره خبر المبنى ويريد أن يصلي نمنعه لكن داخل المبنى لا يوجد إشكال المبنى الموجود حاليا لا إشكال فيه لأنه قد انفصل يعتبر انفصل ولا يأخذ حكم المقبرة